احتفت مجلة صوت الأزهر في عددها الأخير باستضافة مملكة البحرين لملتقى البحرين حوار الشرقي والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي يقام تحت رعاية ملكية سامية في نوفمبر المقبل بمشاركة قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وأكثر من 200 شخصية بارزة من قادة الأديان ورموز الفكر في العالم مجلة صوت الأزهر أشارت في تحقيقها الصحفية الخاص بهذه المناسبة إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص مملكة البحرين وتوجهها الاستراتيجي لمد جسور الحوار بين قادة الأديان والمذاهب ورموز الفكر والثقافة والإعلام للارتقاء بالمجتمعات ونشر ثقافة السلام في العالم سفينة الأخوة الإنسانية ترسو في محطة جديدة على أرض البحرين هذا هو عنوان التحقيق الصحفي الخاص الذي قامت به مجلة صوت الأزهر المصرية في عددها الأخير احتفاء باستضافة مملكة البحرين لملتقى البحرين حوار الشرق والقرب من أجل التعايش الإنساني والذي يعقد في نوفمبر المقبل فأكدت المجلة أن جلالة الملك المعطم رسخ نهج مملكة البحرين التابت في التعايش السلمي والحوار والانفتاح على العالم بجميع أديانه ومذاهبه وطوائفه وثقافاته وأعراقه دون تمييز أو تعصب كما أكدت المجلة أن مملكة البحرين بفضل جهود جلالة الملك المعطم وبرؤيته الحكيمة أصبحت تتمتع اليوم بقدر رفيع من التقدير والاحترام والإشادة الدولية بجهودها في سبيل تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب وقالت مجلة صوت الأزهر إن مملكة البحرين لديها تجربة تاريخية فريدة تمتعت بها منذ ألاف السنين في مجال التعايش السلمي واشتهرت على مر العصور باحتضان جميع الأديان والثقافات على أرضها وأضافت المجلة أن مدينة المنامة تقف شاهدا حيا على هذه الفسيفساء الفريدة لحجم التفاعل والتمازج بين جميع الديانات والطوائف والثقافات والحضارات ممن تركز في قلبها من كل بقاع الأرض ونوهت المجلة إلى أن مبادرة مملكة البحرين بالدعوة إلى الملتقى تعتبر واحدة من ثلاث مبادرات مهمة أطلقتها البحرين انعكاسا لعمق تجربتها في مجال التعايش والحوار بين الأديان وتجسيدا لرؤية جلالة الملك المعظم في هذا المجال ولفتت المجلة إلى أن هذه المبادرات بدأت بإطلاق مركز الملك حمد للتعايش السلمي ثم مبادرة إطلاق كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية مضيفة أن جهود جلالة الملك المعظم لتعزيز ثقافة احترام الآخر والتعايش بسلام لم تتوقف بإطلاق ورعاية هذه المبادرات فحسب بل تم تتشين وإطلاق عدة مبادرات وبرامج عالمية مختلفة تكرس هذا المفهوم العالمي للسلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر